اهلا بكم في برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم في وقفتنا تكثيف ترامب خطاب الكراهية مع عودته لمهاجمة النائبات الديمقراطية من أصول أجنبية كيف ستنعكس نتائج خطاب الكراهية على ترامب أخيرا ومن خفايا التي تدفعه للتركيز على الخطاب العنصري في مخطبة الأمريكيين ترجمة نانسي قنقر لماذا يجحن ترامب خطاباته في هذا التوقيت بلغة عنصرية؟ هل بدأ يسوغ سراتيجية وملامح حملته الانتخابية القادمة؟ أم إنه كعادته يوجه بين الحين والآخر هذا الخطاب لتكريسه في الداخل وتصديره إلى الخارج؟ ألا تهدم تصريحات ترامب العنصرية والخطاب السياسي الداخلي لمؤسس أمريكا الحديثة؟ وهل بات خطاب الكراهية استثمارا للأحزاب السياسية المؤيدة وحتى المعارضة له في الولايات المتحدة نفسها والغرب عموما؟ ما النتائج التي حققها هذا الخطاب منذ مجيء ترامب إلى السلطة؟ وهل تحفز غارات ترامب الخطابية جهود اليمين المتطرف في أوروبا للسيطرة؟ على القرار السياسي في القارة العجوز؟ سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة مع ضيوفي من عمان الباحث والديبلوماسية الأمريكية السابق موفيدة ديك ومن واشنطن الكاتب والباحث السياسي بشار جرار ويشاركون الحوار من لندن رئيس تحرير الشرق تريبيون محمد العطيفي نبدأ النقاش مباشرة بعد التقرير مرة أخرى يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على أربع عضوات في الكونغرس ينتمين إلى الحزب الديمقراطي رغم الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها تغريداته المشابهة قبل أيام وقرار الإدانة الصادر عن مجلس النواب الأمريكي بسبب تلك التصريحات التي وصفها معارضوه بأنها تتبنى لهجة عدائية تجاه المهاجرين وتحرد على الكراهية ترامب الذي يستهل حملته الانتخابية للظفر بولاية رئاسية ثانية قال عن أربع عضوات في الكونغرس إنه الناجئن من دول تعاني حكوماتها أوضاعا كارثية هي الأسوأ والأكثر فسادا قبل أن يدعوهن للعودة إلى بلدانهن الأصلية للمساهمة في إصلاحها إذا كانت سياساته بشأن المهاجرين لا تروق لهن على حد تعبيره التصريحات التي لا تبدو غريبة عن الرئيس الأمريكي ما زالت تثير حماسة بعض مؤيديه كما يبدو في صيحاتهم المهللة والمباركة خلال خطابه وفي نتائج استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع إبسوس للدراسات والذي يظهر ارتفاع شعبية ترامب بين أنصار حزبه بخمس نقاط لتصل إلى 72% النموذج الشعبوي اليميني هذا لا يخص الولايات المتحدة وحدها بل يواصل الامتداد في أمريكا الجنوبية على حساب ما عرف بالمد الوردي الاشتراكي الذي ساد في تلك البقعة في أوروبا أيضا تهيئ أزمات اللاجئين الأرض الخصبة لتنامي الخطاب الشعبوي الذي تبناه بعض زعماء اليمين المتطرف فيها والقوى المشككة في المشروع الأوروبي تماما كما هو الحال مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وأحزاب يمينية ذات توجهات شعبوية وقومية كبريكسيت وحزب التجمع الوطني في فرنسا الذين أحرزا تقدما كبيرا داخل البرلمان الأوروبي فهل بات الخطاب اليميني الحاد أداة لكسب أصوات الشارع المتذمر من أزمات اقتصادية واجتماعية ترمى على عاتق المهاجرين والمدافعين عنهم وهل يعني صعود متبني اليمينية الشعبوية إخفاق من كانوا بمواقع السلطة في معالجة تلك الأزمات أيام سلمان ببرنامج ولنا وقفة دي آر تي عربي سيد بشار هل يعي فعلا ترمب ما يقول هل تصريحات ترمب نابعة من قناعات شخصية أم مجرد تكتيك سياسي نعم قطعا هو يعلم ما يقول ويعلم أين يقول ويوجه الخطابه هذا بالبداية اسفح لي أن يكون لي وقفة من خلال هذا البرنامج بأن أعترض وأسجل تحفظي على أن الموضوع كله ليس خطاب كراهية وليس بعدائية تجاه أي طرف كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتخب على أساس أمريكا أولا وانتخب على أساس أن يقوم بتحديد العلاقة وتصويبها فيما يخص المهاجرين واللاجئين والمواطنية الأمريكية وهو بذلك لا يعادي أحدا وإلا كيف يستقيم ذلك يعني ترى أن سياسة ترمب هذه تصبح في مصلحة أمريكا سيد بشار يا سيد تلع لنضع الكلام في السياق الطبيعي والمنطقي بداية أنت سألت سؤال كان هل يعي ما يقول نعم هو يعي ما يقول هو يوجه رسالة بأنه لا يجوز أن تهاجم البلاد التي منحتك الديمقراطية ومنحتك الحقوق وتتناسى بشكل أو بآخر أن ما تبشر به يعارض كثير مما تدعو إلى تغييره بمعنى لنبتعد قليلا عن إلهان عمر ونعود إلى سيدة رشيدة طلب لو قامت بهذه التصريحات في بلادية في الشرق الأوسط وأنا أنتمي إلى الشرق الأوسط وأعلم الثقافة وقالت ووصفت عن رئيس البلاد بأنه ابن عاهرة بلحظة تسلمها مهامها كعضو في مجلس النواب إلى أين ستذهب؟ إلى ما وراء الشمس هي أصبحت وانتخبت كأمريكية لا كفلسطينية وإلهان عمر انتخبت كأمريكية لا كسومالية وكل ما يريد السيد أوباما وهذا منصف ليس فقط من وجهة نظر الجمهوريين بل والديمقراطين أيضا بعيدا عن الممحكات والضجيج العلامي أنت أمريكي إذن تمثل أمريكا وتتصرف كأمريكي أمريكا إذا ملتينج بوت بمعنى الجميع ينصر فيها ويصبح أمريكي أما لا تستطيع أن تقول أنت الآن كما نعلم كثير من دول الشرق الأوسط لا يجوز الإزدواجية لا تخدم سيدين في آن واحد إما أن تكون عندما تصل الأمور عند حقوق بدلية وسياسية وصلت فكرةك سيد بشار أنت تمثل البلاد التي أقسمت يمين الولاء إليها سيد مفيد كيف ترد على ضيفي من أمريكا في الواقع يؤسفني أن أسمع هذا الكلام من رجل أنا لا أعرفه شخصيا ولكن يبدو أنه عربي أمريكي بل ومن اسمه أنه مسلم أيضا مثلي تماما ترامب منذ مجيئه إلى الحكم استعدى كل الأقليات في الولايات المتحدة وكانت ضحيته الأولى هم المسلمون والعرب أيضا كما يعرف سيد بشار وبالتالي أنا أستهجن أن يصدر كلام من باحث يعيش في الولايات المتحدة وعربي أمريكي مسلم يعرف ما قام به ترامب ترامب هو الآن ضد كل الأقليات عفوا عفوا منك قلت بدون شخصا لو سمحت تفضل بدون شخصا لكن ترامب يعني ترامب هاجم أول ما هاجم المسلمين في الولايات المتحدة وأصدر قرارا بعد ساعات قليلة من توليه الحكم لمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة إلا بعد تحقيقات مطولة إلى آخره هاجم المتحددين من أصول أمريكية جنوبية ووصفهم بأبشع الأوصاف هاجم من يأتون أيضا من دول أخرى خصوصا منهم ليسوا من البيض إذن فهذا الرجل قسم أمريكا بين أبيض وأسود بين أبيض ومهاجر من دول أخرى حتى تدخل بين لاعبي كرة القدم في الولايات المتحدة وأصحاب نوادي كرة القدم طيب لو نتحدث سيد مفيد الدك لو نتحدث عن آخر هجوم له ستكمل سيد مفيد لو نتحدث عن آخر هجوم له للنائبات في تغريدات عنصرية هل يمكن اعتبارها خطة محكمة لبداية إعلان حملة انتخابية أنا أعتقد أن هذا الرجل كما أتبق مع بشار في نقطة واحدة وهي أن هذا الرجل يعي ما يقول هذا الرجل يائس الآن وهو بائس أيضا ويعتقد أنه لديه ربما نقطة قوية جدا تعمل لصالحه في الحملة الانتخابية المقبلة بـ 2020 وهي أن يلعب على الانقسام الحاد الذي غذاه في أمريكا بين البيض من جهة وبين الأقليات من جهات أخرى ويحاول الآن أن يصور الحزب الديمقراطي العريق في الولايات المتحدة بأنه مجرد أربع عضوات كونغرس انتقدناه بشكل صريح وواضح إذن هذا الرجل يعي ما يعمله ويحاول أن يقود هذه الحملة الانتخابية على أساس تقسيم أمريكا وعلى أساس أنه إذا نظرت إلى حملاته أو تجمعاته الانتخابية لا تكادي ترين فيها أي أسود أو أي آسيوي أو أي عربي أو أي متحدد من أمريكا الجنوبية هم كلهم من البيض الذين يخشون من أن البيض في أمريكا سيصبحون أقلية أتوجه الآن لسيد محمد العطيفي هل صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة هو نتيجة حتمية بسبب إخفاقات من كانوا في السلطة؟ أنا أتفق إلى حد ما مع رؤية حضرتك لكن في الواقع لو نظرنا إلى التيارات هذه التيارات كانت خاملة لفترة كبيرة من الواقع بعد ذلك وعندما ظهر خصوصا الإسلام على المسرح السياسي في دول أوروبا أعطى زخم لهذا الطيار أن يتواجد على الشارع أو في الشارع الغربي لكن بصفة عمى يجب علينا أن نؤمن بأن هذه أيديولوجية قائمة وعلينا أن نتعامل معها والتعامل معها ربما حتى ما يحدث الآن في أمريكا هو حراك سياسي ربما يسفر عن شيء ما بمعنى أن ترامب بالتأكيد لديه أكثرية ويتفهم جيدا ما يقول والعضوات ما زال يمثلون الأقليات وهنا يجب علينا أن نتفهم عندما نطرح سؤال هل الأقليات توازي أو هناك ما يناسبها من تمثيل إطلاقا لا وهذه هي المشكلة أنا لست أدري هل هناك صراع لأن أيضا العضوات يتسمنا باللغة العنصرية هم أشداء عليه أيضا ويلقون عليه بعض يتهمونه ويتهمونه بالعنصرية في حين أن اللغة العنصرية موجودة يتبنىها الطرفان إذن هنا المشكلة يعني ليس طرف منهم بريء وبالتالي علينا أن نفهم هذه يعني اليمين المتطرف من أين آت اليمين المتطرف ما هي رؤيته ورؤية اليمين المتطرف واضحة ضد الإجرة وضد الأقليات هل تعتقدون أن أحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية في أوروبا استفادت من استخدام الوسائل والأليات نفسها التي اعتمدتها أو اعتمدها بعض السياسيين في أمريكا بالتأكيد يعني أولا رغم أن هناك تغيير يعني علينا أن نعي أن هناك تغيير في اللغة بمعنى أن اليمين المتطرف كاره للعولمة أو التجانس المجتمعات أو المجتمعات التي تشمل العرقيات يعني نجد أكثر قومي الآن هذه الأحزاب هي أكثر قومية بمعنى أن كل ما يهمها هي حدود الدولة فقط ولا يتعلق ولا يهتم كثيرا بالخارج بمعنى أن وهذا حتى يعني يجعلنا نؤكد أنهم ليسوا عنصريين لأن دارة ترامب على سبيل المثال إذا أتى ترامب وهذا يعمل عليه ترامب أن لدينا وظائف وظائف ويكرر كلمة الوظائف الوظائف يستفيد منها الأبيض والأسود في آن واحد لكن بالتأكيد من أيدولوجيات أو من الفكر اليميني أن الأبيض والأقليات هم أقليات وهم مهاجرين وسيبقى العرق الأبيض هو العرق المسيط طيب أستاذ بشار جرار المنظرون والمستشارون أمثال ستيف بانون أمثال فرانك جانفي المنظر للإسلاموفوبيا كيف استثمر ترامب أفكارهم هؤلاء يعني كيف استثمر ترامب أفكارهم في خطاباته هو إطلاق المسألة يعني أنا مستغرب لماذا تطرح من منطلق الإسلام أو أي عنصر يتعلق في الإسلام حتى الأربعة الأربعة ما يربط بينهما هو أنهم ديمقراطيات بروغراسف بمعنى تقدميات متطرفين في لبرالياتهم وأصحاب ألوان يعني ليسوا بيض بس فقط نائبتين مسلمتين والطرح ليس إطلاقا طرح أمريكي ضد إسلامي هذه المسألة كثبة كبرى ما يجري حقيقة هو أن أتفق تماما ما ذعب هذه الضيف الكريم قبل قليل هناك لعب على العنصرية من قبل الطرفين ممحكات لأسباب سياسية كما يأتي الآن راصل للعمال التلفزيونية ويتهمك كمعدة أو مقدمة للبرنامج أنك ضد النساء لأن جميع ضيوفك رجال هذه صدفة أنت لم تختاري أن يكون جميع ضيوفك رجال في هذه الحلقة وهذا ما يجري بالنسبة للخلاف الذي يطرح بين الفينة والأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية هذا رئيس اختار سفيرة في الأمم المتحدة من أصل هندي هذا رئيس بنته متزوجة وأصبحت يهودية تحولت إلى اليهودية إذا كان عنصريا معروف كيف يكون موقف العنصري عندما يهاجم ويقول أنت عليك أن تنتمي للبلاد التي أقسمت يمين الولاء إليها هو لا يتحذر عن مواطن عادي هؤلاء نواب نائبات بمعنى لا يجوز أن يدين بالولاء غير الولايات المتحدة وأن تعارض من منطلق اتهام بالعنصرية هذا أمر مرفوض لأنه كما قيل قبل قليل وهذا كلام سليم الطرح اليميني ليس فقط في أمريكا أصبح في العالم كله لماذا؟ لأن هناك استغلال أصبح مقيتا جدا لتوتر الاقتصاد الاجتماعي من خلال اللعب على مسألة العنصرية أو الأقليات لاحظ أن هذه النبرة ليست فقط الأنوال المتحدة لاحظ أنها جرت حتى في تركيا عندما تم تنظيم سوق الحمل هناك بعض على وتر أن هناك معادل اللاجئين والنازحين السوريين مع أنه معلوم أن تركيا دولة مضيافة وقدمت الكثير الكثير لأجل السوريين وغيرهم سيد بشار قلت طرح أصبح عالمي ما يقال هو كلمة حقرات بهباطر طرح قلت أصبح عالمي أتوجه إليك سيد محمد العطيفي وكان بالموضوع يتمدد حول العالم أو كأن ترامب أصبح نموذج لبعض السياسيين هذا ليس ترامب من قبل ترامب وهذه الطيارات بدأت تأخذ مكانها حتى في الحكومات الحكومات جزء من اليمين المتطرف كان يشارك فيها حكومات اقتلافية في أوروبا وهذا يوضح أن هذا الطيار أصبح له دور مؤثر في السياسة الدولية ومن هنا علينا أو على الجميع أن يتقبل هذا العام في حين أن هذه الأفكار من وجهة نظرية هي ليست مخيفة هي أيدولوجية وأيدولوجية تقوم أو تقترب من الفكر القومي والفكر القومي يحبز أن يكون كل شيء داخلي والارتقاء بالأمة وهذه الأمور هي أمور واجبة وعلينا تشجحها لكن الخوف هو من الصدام ولذلك نجد في هذه المرحلة وهذا يوضح أن لا خوف هناك من الصدام أن ما يحدث الآن من جدال وجدال في جوه ومناخ ديمقراطي سيسمح بأن يلتق الطرفين حتى لو نظرنا إلى الإسلام حاليا العديد من رجال الدين بات يتفهم ما يحدث أن اللغة الكراهية ممكن أن تتأثر والحقيقة أن المسلمين دفع الجزء كبير شكرا لك سيد محمد شكرا لك سيد محمد أتوجه لسيد موفيد أدك لو لا ترامبيون لم تمدى ترامب إلى أي مدى ساهمت القابلية لسلوكات ترامب الموجودة عند بعض الأفراد في تنامي العنصرية سيد موفيد أنا أعتقد وأؤكد على أن خطاب ترامب منذ بدئه الحملة الانتخابية في 2015 وهو يوجه خطابا كريها خطابا عنصريا فاشيا غير قابل للآخر خصوصا الآخر غير الأبيض يعني هو مستعد لقبول المهاجرين إلى الولايات المتحدة إذا كانوا بيض يعني زوجته الحالية بل وحتى زوجته الأخرتان هما مهاجرتان ولكنهما من أصول بيضاء يعني حماه وحماته حصل على الجنسية الأمريكية منذ أشهر فقط هؤلاء بيض لكنه لا يريد أن يصل إلى أمريكا مهاجرون من أمريكا الجنوبية أو من أفريقيا بعض الاستطلاعات يعني تفيد بأن شعبية ترامب مثلا زادت بخمسة بالمئة بعد تغريداته العنصرية إلى ما يرمز هذا هل هو ذكاء ترامب الذي يدرس ماذا يقول متى يقول وضد من يقول خمسة بالمئة في أوساط حزبه الجمهوري وليس في الأوساط الجمهور الأمريكي بشكل عام أنا قادم من الولايات المتحدة منذ يومين أو ثلاثة فقط ورأيت الانقسام الحاد والشديد الذي تعيشه أو يعيشه الشارع الأمريكي الآن هذا استطلع لريترز بسبب تصريحاته ومواقفه السياسية نعم نعم مواقفه السياسية فكما قلت هذا الرجل يكره كل ما هو أبيض وهو يحاول أن يقاطب أسوأ وأدنى ما في الأمريكيين البيض الذين بعضهم في الحزب الديمقراطي يرفضونه تماما ويعتبرون أن هذا الرجل قسم أمريكا بدل أن يعيد توحيدها هو حاول أن يلعب على هذه التوترات العرقية والعنصرية واللون وإلى آخره بدلا من أن يبني أمريكا الموحدة وأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين هذا الرئيس لم يصل في مستوى شعبيته منذ وصوله إلى الحكم أكثر من 37 أو 40% وهو بالتالي يركز على أقلية بيضاء هي التي تخشى من أن الأقليات قد تصل إلى حكم أمريكا كما حصل مع براك أوباما وهو يركز على هذه القضية بدلا من أن يركز على توحيد أمريكا هو مهاجر وإبنته تزوجت أيضا من عائلة مهاجرة وكل أمريكا هم مهاجرون لا يوجد أمريكا إلا المواطنون الأصليون هم الأصليون في أمريكا كل ذلك حتى ترمب شخصيا أمه جاءت من أرلندا وأبوه جاء من ألمانيا وبالتالي لماذا يحاول كما يقولون أن يغلق الباب بعد أن وصل هو وإمرأته الزوجة الحالية وحماه وحماته ثم يغلب الباب على الجميع هذا كلام فاضي الحقيقة يجب أن يرفض هذا الكلام العنصري البغيض الذي يحمل الكراهية لكل من له من ليس أبيض سيد بشار جرار بعدما تفضلت به لماذا أدان مجلس النواب تصريحات ترمب لأنه غالبيته ديمقراطية من حزب الديمقراطي وهنا أذكر السادة الجمهور والديوف الكرام وبخاصة الأخ من عمان بصورة أيقونية كانت خلال فوز أول رئيس أسود في أمريكا باراك أوباما كانت صورة لا تنسى بالأرشيف للقس جيسي جاكسون وهو يبكي فرحا من هذه اللحظة التاريخية لماذا أذكر جيسي جاكسون لأنه قدم جائز التقدير لدونالد ترمب على دوره في تحسين ظروف الأمريكيين من أصل أفريقي بنك كارتسون وزير في حكومة دونالد ترمب وكان يواجه في الانتخابات في التصفية في الحزب الجمهوري قال في مقابلة أمس بأن ما قدمه الرئيس الأمريكي من تصريحات أبعد ما يكون عن العنصر لماذا؟ لأن في عهده أفضل أحوال لكل الأقليات والمانورتيز من هسبانيكس من أفارقة من ملولين كانت في عهد الرئيس ترمب الأقل بطالة الأكثر تمكينا المسألة ليست في الشعرات الكل يستطيع كما أشرت قبل قليل نستطيع اللعب على هذه الأمور ولغيات شعبوية توظف سياسيا من الطرفين ولكن الحق لا بد أن يقال عندما تنظم السوق العمل مثلا في لبنان أو في تركيا أو في فرنسا هذا لا يعني عنصرية أنت تريد أن تنظم السوق العمل عندما تطالب نائب في مجلس النواب الأردني أو في مجلس النواب الجزائري أو في أمريكا أن يكون ولائه للدولة التي أقسم اليمين سيد بشارة لا تعتقد أن تغريدات ترامب وخطباته هذا لا يعني عنصرية هذا يعني أن يتحمل مسؤولية بالمواطن لا تعتقد أن خطباته من شأنها أن تفقده أصوات شرائح كبيرة من أمريكيين من أصول أجنبية ونحن على أبوال إنفخابات أمريكية سيدتي كريمة هل أنا أعلم؟ نعم هذا السؤال أشكرك علي جدا لأنه أعطاني الفرصة الآن لأردها قبل قليل لما سمعته في بداية هذه المناظرة أنا أطرح نفسي الآن استضفتيني ليس لأني بن دين معين استضفتيني كأمريكي جمهوري انتخب ترامب وأنا الآن أكثر إصرارا على إعادة انتخاب الرئيس ترامب لماذا؟ لأن الرجل لا يكذب الرجل الصريح يسجل عليه خصومه بأنه عنصري لو كنت مستشارا لديه إعلامي لا نصحته بأن يتفادى الوقوع في هذه المطبطات الإعلامية سيد مفيد الديك تعليق ولكن مقال أو كان حمر كان حق يا سيدتي فقط تعليق لسيد مفيد الديك قبل ختم البرنامج سريع بشكل سريع بيل كارتسون الرجل الأسود الذي استشهد به ضيفك من واشنطن لا يمثل السود في أمريكا بيل كارتسون هو جمهوري وهو من الأقلية القليلة جدا قد لا تزيد عن اثنين بالمئة ممن يؤيدون الحجب الجمهوري القس جيسي جاكسون ديمقراطي ومن يؤيدون جيسي جاكسون ديمقراطي أنا لم أقاطعك وبالتالي السيد كارتسون لا يعبر عن الجمهور الأسود أكثر من خمسة سعين للأسف وقت البرنامج انتهى أعتذر منك سيد مفيد الديك أعتذر منك شكرا جزيلا لك كنت معنا من عمان الباحث والديبلوماسية الأمريكية السابق سيد مفيد الديك ومن واشنطن الكاتب والبحث السياسي سيد بشار جرار شكرا لك من لندن رئيس تحرير الشرق تريبيون محمد العطيفي شكرا جزيلا لكم جميعا والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى لقاء في حلقة جديدة من ولا نوقف موسيقى 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 موسيقى